مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم معايا في حسدكم أهل وفارس يلا مشاهدنا الكرام رأنا في الموعد رأنا معاكم في الموعد بإذن الله راح نقدم لكم اليوم زوج وصفات كما جرت العادة يلا وجدوا الكراس وسيارة وما تنساوش رقم الهاتف الياره يظهر في أسفل الشاشة إن شاء الله راح نستقبل مكلامتكم هادا كلموني وش تربتوش نجحتوش منجحتوش يلا مشاهدنا الكرام كما قلت لكم اليوم عندكم زوج وصفات الوصفة اللولا حتكون قراتها اللي حندير بطاطا والسلق لأنه السلق راه موجود وكاين والوصفة التانية رح تكون ديبيني هادو ما عش نديروهم في الزيت هلح نديروهم في الفرن سدقوني ولا أرواح هل يبينيه يلا مشاهدنا الكرام قلنا الوصفة اللولا هي قراتنا تعل بطاطا اللي راح نديروها بالسلق شوفوا معايا واش نسحقه هناخديت ربع ربطات تاع السلق هنالسلق على حسب اخذت 4 ربطات بعد ان تنقيه ملح و تغسله و تقطروه ملح اخذوا 500 قرام بطاطا تقطعوا الضوائر و تقليوها سترتع الجاج احبت بيت كمية الجبر المبشور كاس حليب وجود طماطم علب و فلفل الكحل و شوية التوم و ملح اخذناك شاهدنا الكرام بسرعة لدينا البرطاتة على السلق بعد ان تنقيه و تغسله ملح قولنا لدينا البرطاتة على 500 قرام بطاطا تقطروا الدوائر و تقليوها عادي و هنا سترتع الجاج احبت بيت كمية الجبر المبشور كاس حليب و هنا جمج غرف جميلة طماطم علب فلفل كحل و معلومة ملح كما تشاهدون القراطة جميلة نروح ندخل طريق تحديد القراطة نرى معي هنا معي هنا نستخدم زجم قلي نرى معي المقلة الأولى نضع زيت نضع نضع زيت و المقلة الثانية نضع زيت نضع زيت نضع زيت نضع زيت زيت نضع زيت المقلة الأولى نضع من السلق ولا نغلقه ولا نفوره كي يحافظ على القيمة الغذائية شوفوا معايا هنا نقلق اللولة نضع فيها كمية البصل قولنا هنا تأخذ حب البصل تكون كبيرة تقطعها هكذا القيق هذا بهذه الطريقة ونزيد مع هذا البصل نزيده هنا صدرته على الجاج ونزيد معاهم نزيد معاهم شوية الملح وشوية فلفل أسود شوفوا هكذا شوية ملح بهذه الطريقة وشوية فلفل أسود ونضع هذا الجاج يتقل الملح مع هذا البصل ونضع هنا خرق نعود أن نضيفه هنا مشاهدنا الكيرام نضيفه نضيفه ونضيفه في المقلاد الثاني ونضيفه ونضيفه ملح ونضيفه ونضيفه شوفوا هكذا بهذه الطريقة هكذا هكذا أنا من الأحسن أنكم لا تفوروه لا تفوروه ولا تغليه هكذا وهذا قمت بإبداع ونضيفه 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 لأبدالك السلق تضيفه قليلا هكذا ونضيفه ونضيفه نضيف الكيمياء نضيف الكيمياء نضيف الكيمياء ملح نضيف الكيمياء نضيف الكيمياء نضيف الكيمياء نضيف الكيمياء نضيف الكيمياء نضيف الكيمياء نضيفك نضيف اليوم السلام عليكم سيدة فاضيلة مرحبا بك عيشك ولدي وشراك في فارس وشراكي سيداتي لباس والله الحمد لله الحمد لله فاضيلة من دخلك مرحبا بك سيدة فاضيلة والله وش يعني بغيت نشكر كلدي على الوصفات اللي رأيت ندير فيهم الله يسلمك والله قدمة نشكرك قليل الله يسلمك تعيش يطول عمرك والمكلة اللي تديرها قعب بنينا ولدي الحمد لله الحمد لله والله يرجعن شكرا وفيك وسمحنا على التعب انتأكل يا راك التعب الله يسلمك بلمزي يعني في خدمتكم والله الحمد لله هو شدير كامل احنا نسيه الحمد لله حمد لله صح احنا كبر سنسيه يا وليدي الله يبارك يطول عمرك يعيشك وليدي يعيش يطول وشو حم قوللك عفدنا الغراي في البغرير البغرير اه ما علي يا ربي خليك واسلم عليها دقع لي معاك ليك الله يسلم حتيه وما را عم يسلمه عليك مبارك الله وفيك سيدتي شكرا لك نسلم عليك على طعمي مرزقه وما طعمي يخلف مبارك الله وفيك شكرا لك يطيك صحة شوفوا هنا مشاهدنا الكرام هكذا تقليوا هذا الجاج مع البصل وشوية ملح شوفوا فلكحل هكذا بهذه الطريقة وشوفوا هنا سلقة عرة وبدأ يحبط نخلي وهي تقلة ونخلي وهي ينشف مليح من هذا الكلمات شوفوا هكذا 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 يلا نزيد ونستقبلوا مكالمة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وشراك وشراك وشراكم انتما وشراهم ناس باتنا الله يسلمك يسلموا عليك لباس وشراكم وشراكم انتما يعطيك الصحة على الوصفة لرك الله يسلمك يطول عمرك شكرا لك الله يسلمك أخويا العزيز أحببك وقال لك لعندي وصفات نحب نعطيهم لك إن شاء الله وعلى شلالة معلش 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 نخلي رقمتك عند الكنترول نخلينا رقمتك ونتصلوا بك إن شاء الله شكرا نربيعونك ويعطيك صحة بارك الله وعرفك سيداتي شكرا لك يعطيك صحة شكرا لك انت تاني شاهدنا الكرام شاهدوا السلق هاوليك راودبال هنا سوف تشاهدوا السلق سوف تضعوا ثلاثة تعتوم هذا لكي سلق يأتي هنا شاهدوا معي ونزيد معه قلنا زوج مغارف الطماطش علب هامد هذا هذا ونقليه هذا التوم وطماطش مع السلق هذا بهذه الطريقة ونقليها ما شاء الله الجاج شعنا كذلك نقليه ونقليه مع البصل ما زلت مرحلة ونقليها مشاهدنا الكرام ما هي سوف نأخذ إنا يكون قليلا كبير شاهدوا معي سوف نكسر هنا رباح بيت رباح بيت م leaf وهكذا نقليها شاهدوا معي وبعد ملح اضغط مجبوعة الملح حتى شهدوا هكذا شكرا شكرا ملح وشكرا وشوية فلفل أسود يالله نستقبل المكالمة ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام وسيدة مروى وشراكي لباس لباس وشراهم ناس أم بواقيد والله صعب وحمد لله حمد لله حمد لله تفضلي سيداتي أه أشكرك الله يسلمك أشكر عليها وغيرها كثيرهم الله يسلمك ورأك ولا أروا الله يسلمك أنتو متاني ولا أرواح كاركو تجربو أعيشك الله يسلمك أحبت نقولك كنت عاودتنا على الكاثرونة نعم على الكاثرونة لا المسكوشو على الكاثرونة أه 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 هذي لي حبا باش نعاودها لكم هكذا أه أه ما كاش مشكل سيداتي ما كاش مشكل أعيشك شكرا ومشكرا لنا مسؤكت علمنا من كريش بزار بزار نعم علمنا من كريش بزار بزار الحمد لله والله عندي أمني يعني كان نكون عندكم ضيفة أه انتم معاندي واحدة بطافات ملاح مرحبا بك سيداتي علاش يعيش مرحبا بك يعيش مرحبا وقت اللي حبيتي مرحبا بك خلينا رقم لها تفتاعك ما كاش مشكل يعيش ورا تكون معانا ضيفة ما كاش مشكل إن شاء الله إن شاء الله بارك أعيشك بارك الله وفيتك شكرا لك سيداتي شكرا شكرا لك يلا برنامج ألو فارس البيبة المحلونين مشايدنا الكرام اللي عنده وصفات اللي ينفع بهم المشايدنا الكرام ما كاش مشكل مرحبا بكم شوفوا هنا مشايدنا الكرام هنا اخذين عربح بيت بيت تشوي ملح شف في الكحل نخلطهم ملح هكذا شوفوا وراح نزيد كاس حليب هكذا بهذه الطريقة هكذا نخلطهم ملح والمشايد خلاص هنا تقريبا نرى ما هو واجد شوفوا هنا مشايدنا الكرام هاتا السلق سنزيد معه الجاج اللي يكون تقليت بالبصل وملح وفلفل أسود هذا هكذا أحسن نحن نشأل هذا الطريق اقوم بمقاعدة سوف ن PPE سوف نتقوم بمقاعدة سلام عليكم السلام عليكم سيدة هوريه وشراكي لاباس وشراهم ناس وهرا جعلهم غايم سلمين عليك لك عرق اللي ناس وهرا نبغي لابالي محتنا نبغيكم لاي سلمك بارك الله وفك عيط لك الحصة اللي فاتت باش نقول لك ديرنا تقنصها الوصفات للمولد نبوي الشارفون قبعة بيناتنا ما ليش ما ليش نديروها بلك سمال الجاياك دخبيوا الوصفة المولد اللي عامل جايا إن شاء الله لكنا حيين إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك يا تك صحة شكرا شوفوا هنا مشاهنا الكرام ناخد هذه البطاطيق وطلق لكم تقطعوها دوائر وتقليوها بشوية الملح هكذا تحطوه طبقة اللولة وتزيدو طبقة ثانية شوفوا يعني تغطيو ملح البلاطاكم بتاع القهاتر هكذا بهالطريقة سوف نفرغ سلق تاعي مع الجاج سوف نغطي كامل البطاطا بسلق والجاج سوف نغطي كامل البطاطا سوف نغطي كامل البطاطا سوف نغطي كامل البطاطا سوف نغطي كامل البطاطا سوف نستقبل مكالمة أم عادل من فرنسا مرحبا بك أم عادل بك عيشك وش رأكم؟ لباس؟ والله لباس كنشوفوك عدو لباس الله سلمك يطول عمرك بارك الله فيك على غسات تاعك يعني ولا أروع ولا أروع بارك الله فيك سيداتي شكرا لك كنشوفوك تنحلنا هذيك الغموة على الجزائر اللي بقى نماش فينا هاته إن شاء الله إن شاء الله يا ربي بعد علينا هذا المرد إن شاء الله ياربي ازادنا هالوباء وإن شاء الله ياربي والربح ومرحبا بكم إن شاء الله في بلادكم بإذن الله بدي فارس لو كان هذا القاطع عجبني بزاف شهاني لو كان نديره برزيون باشي يجي طبعا يجي 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 روعة تاني يجي ولا أروع شكرا لك شكرا لك شكرا لك الله يسلمك وانت يا تاني سلمي على الجالية الجزائرية في فرنسا وتهلافوا بعضكم بعد شكرا لك يا تك صحة شكرا شوفوا هنا مشاهدة الكرام هايلك تبقى تانيات الباطاطرية اللي حطيتها من الفوق هنا تخلط ربح بات بيد وكاسة حليب وشوية ملح وشوية ففلك حل نحطه هكذا من الفوق شوفوا هاكذا ونزيد شوية الجبد من الفوق ورح ندخله للفرن على باركم كل شيء طيب غير هاد البيض والحليب ويشرب شوية وهذا الجبن سيدوب وياخد هادك اللون الذهبي ورح نخرجوه ستقوني هاد القغاة ببنين بزا 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 بجرسب شوفوا هاكذا يلا مشاهدنا الكرام راح نكمل انا ندخل هاد القغاة للفرن على درجة حرارة 180 مدة 10 دقائق حتى 13 دقائق يكون واجد نروح وفاصل القصير ونعود نقول لي وقعدوا معايا بعد الفاصل راح نقول لي وحطيكم مصفى تاليبيني ولكن الليبيني راح نديرهم راح نحطوهم في الفرن راح يجيوكم ولا اروعتان هاد الليبيني بنان بزا بزا وعلى بالي حتى ولادكم ولادكم راح يحبهم خليهم يعني يحبهم بزا بزا يلا نروح وفاصل القصير ونعود نقول لي مشاهدنا الكرام ونشوفوا ليبيني مع بعض مشاهدنا الكرام كيمهار كون تشوفوا الوصفات انا راح محاضرين وجاهزين امامكم الوصفة الليولاي كانت عبارة عن قغاة الليكن رناها بالسلق والباطاطا ستقوني ببينين بزا فهذا القغاة جربوه ما كوش راح نتندمو عليه وللوصفة تانية مشاهدنا الكرام اللي كانت عبارة عن ديبيني اللي كنا ندرنا هم في الفرن هم الليك امامكم بعد ما ياخدوا هذك اللون الذهبي راح نتخرجوهم وقلنا تدهنوا الناباج من الفوق لالاجوني من الفوق وتاخدوا هنا شوية كوي كوي يكون محمص ومرحي ولحبتوا وتوسولوا المعجون في الوسط تاخدوا شوية اشيكولة تحطوا انفوق وقتها وتحطوا شوية اشيكولة تخلوها تبرد شوية تشد روحها من بعد هذك تخبل راح تعمروها بالمعجون ان شاء الله مشاهدنا الكرام اخذيتوا المقادة وترك تحضير تحالي الوصفتين جربوه ما كوش راح نتندمو عليهم انا حاب نوجه تحية كبيرة 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 لفنانة وردة اللي يقول لها تحية كبيرة لك سيداتي وناس تقورت كامل كي ما راهم وقدر لك شيف بوشرة اللي راي تحييها تحية كبيرة تحية لك كبيرة شيف وردة اللي الفنانة وردة عفوا ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير مشاهدنا الكرام حنتلقى بيكم ان شاء الله غدوة بزوج وصفات كما جرت العادة من الى هذك الوقت هل ورفر وحدكم وتولوا فصحتكم سلام